ومن القصص الملهمة للنجاح تبرز قصة الشابة العشرينية علياء نبيل التي حولت الشمع من مادة خام إلى تحف فنية تبهر الأنظار تتميز منتجات علياء من الشموع العطرية ذات الروائح الفريدة بدودتها وأسعارها المنافسة في عالم الفن الواسع تبرز قصص النجاح التي تثبت أن الإبداع لا يعرف حدودها قصة علياء نبيل الشابة العشرينية التي حولت الشمع من مادة خامة إلى تحف فنية تبهر الأنظار واحدة من هذه القصص ومن قلب محافظة الشرقية تألقت موهبة علياء في ورشة صغيرة في منزلها محققة نجاحا لافتا علياء ابنة مدينة أبو كبير بدأت رحلتها في عالم الشموع بشغف حقيقي لم تكن تدرك أنه سيجعلها واحدة من أبرز الفنانين بدأت أننا نشوف فيديوهات على اليوتيوب وأدخل أتابع الكوانتات كثيرة على الانستجرام والحاجات دي وأبدأ أشوف أنواع شمع بدأت أن ننزل العتبة وأجيب أنواع بدأت أطلب هندميد أطلب قصدية عن حاجات أولاين وكذا لحد ما وصلت حاليا لماتريال لحد ما كويسة بشمع طبيعي ما يفوش أي مثلا حاجات بترولية أو كذا لم تقتصر إبداعات علياء على التصاميم التقليدية بل أضافت اللمسة الخاصة على كل قطعة ابتكرت مجموعة متنوعة من المنتجات من الشموع العطرية ذات الروائح الفريدة إلى القطعة الفنية الملونة والمبتكرة تستخدم علياء القوالب الجهزة وتقنيات يدوية خاصة ما يجعل كل قطعة فريدة أعتمدت علياء إلى تقديم منتجاتها بأسعار تنافسية وجودة فوق مثلتها المستوردة كما نجحت في تحقيق التوازن بين السعر والجودة ما جعل منتجاتها هي الخيار الأول للعديد من العملاء أول الناس دعموني عموما الدعم جي من قريبي واخواتي ومن صحابي فده اللي بدأ ينشر الموضوع أكتر إن أنا متطوع في رسالة فده سعيدني كتير جداً إن أنا ليس صحاب في محافظات مختلفة كتير بدأوا إن هم أنا بنزل ستوري مثلاً أو بشير جروب بتاعي أو حاجة من دول بدأوا إن هم ينشرهم عندهم لا يمكن إغفال دور أسرة علياء في دعم مسيرتها الفنية شقيقها مؤمن الموهوب في فن الريزن يشاركها حب الفن والإبداع ما يعزز من قدرتها على الابتكار هي في البداية خلتها كهوية يعني إن هي بتفكر إن حاجة جديدة عايزة تجربها فأنا قلت لها الموضوع محتاج دراسة شوية بس المهم إن هي تبدأ فيها يعني لأنه هي طبعاً عشان العيلة كلها من حب حاجة الرسم كده ففي لمسة فنية شوية فهي قلت لها استمري بس يعني أنت البداية إن أنا أبدأ وأشتغل وأجرب وأجرب معينا ومع الرائبنا وكده وبعد كده ربنا هي سهل وها تستمر فيها علياء نموذج مصري آخر أثبت أن الإصرار والشغف يمكن أن يحول الأحلام إلى واقع عبر الالتزام والعمل الدؤوب